كابتن احمد سامي تقرر تعترف انك منتظر اللحظة للنادي الاهلي يقولك فيها اهلا بيك انت بقيت مدر بالنادي الاهلي طبعا طبعا كابتن احمد تقرر تعترف ان كولر معرفش هو مسماني معرفش يطلعه افضل ما في حسام حسن بل وظلموه طبعا طبعا كابتن احمد تقرر تعترف ان استمرارك مع اسموحة مرتبط دائما بوجود مهندس محمد فرج عامل بالتأكيد بالتأكيد تقرر تعترف ان ممكن يكون نهاية دورة ابطال افريقيا الموسم ده مصري لو نجح الاهلي الزمانك في تخطي مرحلة المجموعات يخطوها بس ان شاء الله يخطوها بس صعب طبعا حسبيا لا سيبك ان اعتبرهم تخطوا لا مش صعب وخالي بالك الوحش هيطلع لو تضعف الكابوة دي الوحش هيطلع تقرر تعترف ان اسموحة قادر على الفوز بالدوري والمنافسة افريقيا لو توفرت له نفس امكانات الاهلي والزمالك وبرامس طب ما هو فاز قبل كده كابتن جون الاعتباري لا مش جون الاعتباري وفرق الاهداف ليس طبعا فارق اعتباري دي بقى حاجة انت ما سجلتها كان كان فارق هدف اه فارق هدف يعني يعني وصل النهاية ممكن يعني طبعا تقرر وتعترف انك لو مكان مكوينة وندرب صندوونز احتعم الكل اللي في وسعك عشان الاهلي يخرج من البطولة لانه هو اللي ممكن يهدد أحلامك في العدور لا لا اللعب النزيه ده يعني مرواحة فيربل فيربل طبعا شايف انه حالعب اللعب النزيه اه متهيئة طيب شكرا